بدأ حلم ريم سميرات المهندس الأردنية عند رجوعها للأردن من جامعتها في أوروبا في ذروة أيام الجائحة سميرات طموحها كان تكسير الأعراف واقتحام مجال تصميم السيارات المحصور على الرجال أخذت من قوانين الحجر فرصة لتطوير المخطط الموجود في خيالها الجامح وما رضيت بالإستسلام بعد جهد كبير تمكنت الشاب بريم من اقتناص لقب أول مصممة للسيارات في الأردن وفي العالم العربي برضو اختحمت ميدان السيارات من خلال تواجدها مع سياراتها البرتقالية في مهرجان لفحيص نجاح حريم يكمن في قدرتها على التفكير في ستحاجة الأردنيين لسيارة تتناسب مع طبيعة الطرق في الأردن وأطلقت المهندس الشاب على السيارة اسم فينيكس أي طائر العنقاء موضحة أن اسم السيارة فينيكس هي السيارة اللي بتوفر الحل الأمثل للعديد من المشكلات اللي بواجهها السائقين على الطرقات في عمان وتعمل على مبدأ الطاقة المتجددة مما يجعلها سيارة خالدة تماما مثل طائر العنقاء ريم صارت الرمز من رموز العقول العربية المبتكرة بإتباعها لشغفها والمثابرة لتحقيق حلمها للمزيد تابعونا على Financial Freedom Today